اشهد معالي السيد احمى بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالجهزية العالية الذي اتسمت به القوات الامنية الخليجية المشاركة في تمرين امن الخليج العربي الاول ورعاية عاهل البلاد المفدة للتمرين الامنية وحرص جلالته مع اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تحقيق التكامل الخليجية وعرب عن تقديره للجهود الرفيعة التي بدلتها وزارة الداخلية بمملكة البحرين في سبيل انجاح هذا العمل الخليجي المشترك الذي ينطلق من مبدأ وحدة الامن الخليجية مؤكدا ان التمرين الامنية الخليجية المشترك يجسد عمق العلاقات والتعاون واندول المنظومة الخليجية ستبقى على الدوام واحة الامن والامان للمواطنين والمقيمين موقعا للتنمية والتطوير بثواعد ابنائها المخلصين من رجال الامن البواسلي وكافة المؤسسات العسكرية كما اشار معالي رئيس مجلس النواب الى ان المجالس الخليجية التشريعية تؤكد دائما على حماية المقتسبات والانجازات والمسيرة الديمقراطية وعملية التنمية الشاملة والمساهمة في رفع الجاهزية لقوات الامن الخليجية لمواجهة التحديات والتهديدات التي قد يتعرض لها امن المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر